اهلا ومرحبا بكم اعزائي مشاهدين وتابعيه القناة مهارات ازراعية في كل مكان الجهنمية او المجنونة او الجميلة كما نطلق عليها في بعض البلدان اه كما ترون نبات قوي في النمو غزير وكسيف في الاظهار غاية في الجمال وزهاوة الالوان الكسيرون طلبوا مني التحدث عن كيفية العناية بالنبات الجهنمية وكيفية الحصول على كسافة عالية في التزهير كما ترون في الفيديو ازاي يكون عندي نبات في بيتي بين هذا المنظر الرائع وهذا ما نستحدث عنه ان شاء الله في هذا الفيديو كيفية العناية بالنبات الجهنمية وكيفية الحصول على الغزارة وكسافة في التزهير اتمنى الفيديو اعجاب حضراتكم واتمنى ان تساهموا معي في نشر خير بعمل لايك والشير للفيديو على اوسع النطاق ومن لم يشترك في القناة يتفضل ويشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الزفر الجرس حتى يسيركم كل جديد ونتفضل مع بعض نتعرف على كيفية العناية للباتل الجهنمية وزيادة ازهرها وزهاوة الوان تفضلوا ان شاء الله انا هدسم الفيديو بتاعي الى قسمين او جزئين عشان يكون الكلام مبسط ومناصق والاستفاد بالفيديو والمعلومات تكون يعني مرتبة ومناصقة الجزء الاول هتكلم فيه عن كيفية زراعة الجهنمية وكيفية العناية بنبات الجهنمية في المرحلة الاولى للحصول على نبات قوي اذا هنا الكلام يكون ازاي احصل على نبات قوي في المرحلة الاولى للنمو تانية جزء اتكلم فيه على انا حصلت على نبات قوي طيب كيف اجعل هذا النبات القوي في النمو غزير في التزهير وزوء الوان زاهية ونصعات في الالوان هتكلم بقى الجزء الاول وهو كيفية زراعة نبات الجهنمية والعناية به في المرحلة الاولى للحصول على نبات قوي اول حاجة اعملها هتكلم بقى عن الزراعة لازم ازرع الجهنمية بتاعتي في نبات اقاسة في ارض وطربة خفيفة مفككة جيدة لان جدر الجهنمية غير متعمق وغير منتشر جدرها ليه فيه صغير وبالتالي لو الارض عندي متماسكة او الارض عندي جافة هنا هقوم بعملية حرص وتجهيز للتربة كويس جدا واقوم باستخدام السمادل عضوي الكامل للتحلل حتى احصل على تربة مفككة تستطيع جزور الجهنمية اختراقها والانتشار فيها دي رقم واحد رقم اتنين الاهتمام بالري في هذه المحالة بالذات وهنا بيكون الري عند بداية ركز معايا بداية جفاف الطبقة السطحية مش هنتظر حتى جفاف الطبقة السطحية بعكس المرحلة اللي جاية هيحصل عكس الكلام يبقى هنا انا هروي عند بداية جفاف الطبقة السطحية من التربة بعمق اتنين الى ثلاثة سنت مش هنتظر حتى الجفاف الكامل لان هنا نقص المياه يؤدي الى نقص النمو. نمية ثلاثة. التسميت ده بسماة اليوريا. اليوريا بتحتوى على ستة واربعين في المياه النيتروجين او ازوت. وهي معروفة ان هي سريعة جدا في دفع النبات للنمو الخضري. وبتلع عشان احصل على نبات قوي في النمو الخضري بتاعه. هستخدم سماة اليوريا. كل خمستاشر يوم مرة. وبتكون طريقة انها هدوب اتنين الى تلاتة جرام من اليوريا في لتر مياه. وهزقي به هذا النبات. نمية ثلاثة. هستخدم سماة الهيومك سماة الهيومك. بمعدل اتنين جرام. هدوبهم في لتر مياه. ويفضل استخدام الهيومك البدرة. ومن المصد المواسوق به. ويكون نوع يعني اه اه جيد. وهنا هيكون الاستخدام مرة كل شهر. هدوب اتنين جرام هيومك اسد. في لتر مياه. وهزقي به نبات مرة كل شهر. الهيومك اسد بساعد جدا على قوة وانتشار الجزور. يبقى انا هنا خدت مجموعة جزرة قوي بالهيومك. وخدت قبل كده مجموعة خاضر قوي باليوريا. هنا بالتالي هحصل على نبات قوي جدا. معروف ان نبات الجهنمية نبات متسلق. فانا يمكن اربيه على دعامة خشبية او ساق خشبية او خبوصة. او انا ممكن اربيه بطريقة التقليم والتربية كنبات قائم بذاته او شجرة قائمة بذاتها كما ترون بالفيديو. وان شاء الله هنخصص فيديو كامل عن تربية تقليل نبات الجهنمية. هتكلم بقى عن الجزء التاني ان شاء الله. خليك معي. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وعمل لايك وشير. اه 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 لاحبا فيه اناء من الفخار نبات قوي فيه النمو وبدأ فيه التزهير بشكل جيد لكن بقى الجزء التاني هنتكلم عنه اللي هو كيفية الحصول على غزارة في اظهار نبات الجهنمية القوي اللي حصلت عليه بالاتباع الاشيادات السابقة في الجزء الاول كيف اجعل نبات الجهنمية عندي غزير يتم زيج باتباع الخطوات التالية. نمر واحد الاستمرار في التسميت مرة كل شهر بالمعدل السابق. اتنين جرام في اللتر مية واسمد مرة في الشهر. المتنين. التسميت بسمات متوازن. عشرين 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 او تسعتاشر 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 بمعدل اتنين جرام تزاف اللتر ماء وعمل محلول وسقي نبات بهذا المحلول مرة كل شهر. طب ليه باستخدم سمات متوازن اللي هو العشرين عشرين عشرين او تسعتاشر عشرين ستة عشر. لان نبات الاني بكية عبر عن فيه النيتروجين اللي هو ان عشرين في المية وده بيعطيني نمو خضري قوي. زي ما تشتري فيه كده في هذا النبات. نبات نمو خضري قوي جدا. وليه ازهاره غزيرة. لما اتنين في البي اللي هي الفوسفور عشرين في المية. والفوسفور مهم جدا لانتشار نمو الجزور وقوة الجزور. وكمان بساعد جدا فيه دفع النبات للتزهير. المثلاتة الكي اللي هو البوتاسيوم برضو عشرين في المية او تسحتاشر في المية. والبوتاسيوم مهم جدا ايضا في محالة التزهير. يبني هنا بساعد النبات على الحصول على نمو خضر قوي. نمو الجزر قوي. ازهار غزيرة قوية. وازاك باستخدام سماد الاني بي كي المتوازن. كان لازم اوضح النقطة دي عشان كله يستفاد. تلات نقطة الاعتدال بقى في الرأي. قلنا في الجزر اولين عشان احصر على نبات قوي في النمو الخضري. زيار عند جفاف او بداية جفاف الطبقة الاستحية من الطربة. هنا بقى العكس. هنا هروي عند التأكد من جفاف الطبقة الاستحية من الطربة حقوم بتكتش الطبقة الاستحية لطربة بعصايا او بخشبة او باي حاجة حدا. واذا لقيت طربة عندي او الطبقة الاستحية منها. جفت هنا هتدخل بالرأي لان زيادة الرأي تؤدي الى تساقط الازهار كمان ترك نبات للجفاف الكامل بعمق اكبر من اربعة سنتي او خمس سنتي هنا يؤدي ايضا الى ضعف النمو وشحوب الالوان سواء كلا للاوراق او للازهار يبقى عشان ااخد النبات الوان وزهية زي ما حتك شايفين كده اللون ناصع جدا في الازهار وكمان اللون الاخضر جميل جدا هنا لازم اروي عند جفاف الطبقة السحية والطرب الحقيقة هو تعطيش الجوهنمية لحد ما بيساعد جدا على دفع البات للتزهير لكن لو انا جيت بعد فترة تعطيش كبيرة وعملت عمالية رأي غزير هيتم تساقط ازهار الجوهنمية وهنا يحصل خلل في النبات وبالتالي سقوط الازهار لكن هنا عشان نحافظ على هذا المنظر الجميل هنا باروي عند جفاف وليس بداية جفاف جفاف الطبقة السحية من الطرب تماما رابع نقطة واخر بقى نقطة اللي هو تعريض نبات الجوهنمية لضوء الشمس الساطع طوال اليوم النبات ده اللي حتك شايفينه ده انا مصوره اه في اه مزلوع في طربها الصحراوية ومعرض طول اليوم لسطوع الشمس نبات الجوهنمية على فكرة بتحمل جدا في درجة حرارة لازا بيجوت في اه دول خليج العربي يجوت في الدول الاستوائية زي الدول الفاتية او الدول اه الاسوية اللي هي بتتقع في نطاق المناطق الاستوائية واشوهي الاستوائية فهو نبات استوائي يتحمل جدا جدا في درجة الشمس تعرضه للشمس مباشرة يساعد جدا على غزارة وكسافة الازهار وزهاوة الالوان بتاعة الازهار كده هنكون وصلنا الى نهاية الفيديو بتاع النهاردة وهو كيفية رعاية والعناية بنبات الجوهنمية لحصول على نبات قوي وكذلك كيفية زيادة ازهار الجوهنمية بحيس يكون على نبات غزير جدا في الازهار وجيد او ناصع في الالوان شكرا لحسن استماع واتمانا يكون فيديونا العجابة لحضراتكم لا تنسوا المساعدة معنا في نشر الخير بعمل لايك وشير الفيديو على اوسع نطاق